اشتركوا في القناة وين يوجدون في الخليج الفارسي وماذا لديهم في قطر والبحرين وما هي أنشطتهم في العراق وحتى حينما يذهب الجنود الأمريكيون إلى الفندق في الكويت وفي البحرين فأننا نراقبهم ونعلم فندقهم في البحرين وين يذهبون في دبي لتناول الطعام أو للاستراحة أو على سبيل المثال في الكويت نحن نعلم بشكل دقيق كم هو عدد القوات الأمريكية حتى إنهم قاموا بتوظيف مجموعة من الأصدقاء والمترجمين لهم ونحن نعرفهم وكذلك في بلدان المنطقة وفي العراق نعلم بشكل دقيق ماذا يفعلون ومن أين يوفرون اللحوم والمواد الغذائية ومن أي بلد تصل إليهم معلوماتنا دقيقة للغاية وقد قصفنا قاعدة عين الأسد وفقا لحسابات كاملة وكنا نعلم أنها موقع مهم للأمريكيين يجب أن نضربه هل فعلا أنه سمعنا قيادة حرس الثورة هددت إذا ضربت إيران فإنها ستضرب إسرائيل هل فعلا هذا القرار هو دقيق إذا فعلا أمريكا ضربتكم فكنتم ستضربون إسرائيل لا تشك حضرتك أبدا في ذلك في أننا من دون شك كنا سنسويت الأبيب بالتراب وكنا أساسا نبحث عن ذريعة كأن يقوم بعمل ما نجد فيه الذريعة لنضرب إسرائيل لأن إسرائيل كان لها دور في استشهاد الفريق قاسم سليماني يعني أن الإسرائيليين هم الذين كانوا قد أبلغوا عن رحلة الشهيد سليماني من دمشق إلى بغداد ونحن كنا وراء أن يمنحنا الأمريكيون الذريعة لكي نضرب تل أبيب أيضا كما ضربنا عين الأسد وهناك اليوم حالة من الانهيار والتزلزل في السلطة الأمريكية في المنطقة وهم يبحثون عبر طرحهم صفقة القرن عن موطئ قدم قوي وثابت لهم على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط من أجل القضاء على القضية الفلسطينية إلى الأبد والسيطرة على غزة ونزع سلاح حماس لذا فإن توقعي هو أن الولايات المتحدة سوف تضعف بشكل حاد في السنوات العشر المقبلة وإذا لم تغادر المنطقة بالكامل فستصبح ضعيفة للغاية وبمجرد أن يشعر الشعب السعودي وشعوب منطقة الخليج الفارسي بأن أمريكا لم تعد أمريكا السابقة ستحدث ثورة في المملكة العربية السعودية وبعد السعودية ستتوالى الثورات في دول الخليج الفارسي الأخرى وفي وقت قصير سيشهد الجميع سقوط أمريكا في المنطقة باعتبار الحدث المدهش وهذا يعني أن الانهيار الدولي للولايات المتحدة سيبدأ انطلاقا من هذه المنطقة من غرب آسيا وستكون إيران أيضا بمنزلة حاملة لواء خروج أمريكا من المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر